اشتركوا في القناة حتى ان شاء الله تعالى تعرفوا ان هناك جهل كبير يعني عند بعض الناس وسامحوني سوف اصدر عليكم بسرعة وان اعجبتكم الفكرة ان شاء الله اكفر منها يعني فقط يعني كانت تجربة ان شاء الله جل وعلا ويستفيد من الناس مرة اتاني شاب رجل دائما يأتي اليي دائما يأتي يأتي وكان يطلب مني طلب كانت بني يستحيل ثم ابدأ يعني كأنه يتجارق شيئا فهو يقول لي فاذا بي صارحا يقالي اريد منك طلبا اريدك ان تبيع عني شيء قلت خير ان شاء الله اي شيء تريد قال اريدك ان تبيعني جني يعني يظل اني املك الجن وسنسيدهم بالسلاسة وعندي في المركز فيريد ان يشتري مني جني قلت اخذته قلت لما تريده قلت ان اعمل به فعلمت انا في المعتقد اني مع الجن وهكذا فصحة له الامر فما يحسبني اني اكفي بعيد ثم صارت هذه المسألة ثم مرة اخرى اظن قديم جدا امرأة اختهي وصديقتها فدخل فاذا بالمرأة تسألوني تقول لي اريدك في الامر قلت خيرا ايش الله تعالى قالت لي اريدك ان تعرف اين يذهب زوجي قلت له اذا بيقى الشرطة ليس عيني انا اذا اردت زوجك اين يذهب ان ذهبي الى محل الشرطة الى مركز الشرطة هم يعرفون اين هو اما انا فاني لا اعرف قالت لي فعجب الجواب هو كان اغرب قالت لي الحمد لله انت مزيان لانك ما كتعرفش كتقول ما كنعرفش ماشي بحالش نال ما كيعرفوش وكيقولو كنعرف يعني كأنها مداحتني فنصحتها لله سبحانه وتعالى وقلت لان هذا الامر حرام ولا يجب مرة كنت اريد ان اعمل بطائق من اجل تبليان للناس كيفية التغسيل التغسيل الصحيح فجأت وذهبت عند الرجل يعمل هذه الاشياء للاشهار فصراحة ما صنع لي الاشياء التي كنت اطمح فيها وكأنه يعني حاول ان يستغل عاطفتي فقبر الله عز وجل فاخذتها على انها غير جيدة ولكن بعد اسبوع فأيت به والله اخذني من يدي وقال لي لن اتركك حتى تذهب معي فجلتنا شربنا شيئا فقالي اسألك بالله العظيم لا تجعلهم يأتوا الي مرة اخرى بالليل قلت من هم قال الجين يبتونني ويسمونك ويضربونني ويؤذونني ويؤذونني ويقول لي لم فعلتك كذا مع كذا فوالله العظيم فقلت لو والله اني لا ارسلهم اقفل بالله اني لا ارسلهم لكن قبل ربي حتى تستفيق من غيك وترجع الى الصواب لا تغش الناس منذ اليوم فقال التفت الى الله مرة اخرى وانا في بيت الوالد حفظه الله والوالد حفظه الله عز وجل فسبحانه ربي العظيم اذا بي شذاب يطرقون البيت فخرجت فاذا يقول لي هذا الرجل يعني مصاب بالمس فتكلمت مع الجيني امام البيت فالناس ينظرون ما يعرفون كيف يعني تكلم مع الجيني عادي فمن جملة مقالة قلت لماذا دخلت قال كنا نجلس في الطريق لاحظوا هذا هو الشيء ايه قال كنا نجلس في الطريق اي جماعة من الجين وكنا نلعب القمار يعني الجين لي يلعب القمار فقال كنا لعب القمار فوقعت يعني كأني قال الجيني يقول جماعتي الجين الذي معي قال اشترطوا علي انه خسرت ان اخذ هذا الرجل وانه ادخل فيه وقال فضربته في كتفه فدخلته فيه فهو الان كلما دخل إلى المساوي يرتعد ثم يخرج من وسط الصلاة وفعل هذا هو مكان يقع له ثم خرج يعني تعلموا ان الجن لهم جلسات لهم جلسات لهم كذلك اماكن يؤون اليها مرة امرأة اتت واتت معها بالملابس الداخلية ومعها كذلك بصورة من تريد لي امه قالت ابني غائب في اوروبا وارده ان يأتي طيب كيف اخذ اعفاره اخذ قلت له نحن لسه بصحارة وهذا الامر لا يجوز مرة شابة تريد الزوج وتعرفوا لما المرأة يسرع لها سن ستة وثلاثين ثمانة ثلاثين اربعين اثنان ورعين تصير تريد زوجا يعني خلاص لعدل اكسي يعني مات سيرت الشروط التي كانت تطرح فيها في ساعة عشر عشر لا الان تريد زوج فكان مجونة ما قالت قالت اريد ان اعمل الرقية لكن بشرط ما هو شرط يا اختي قالت اريد زوجا في هذا العام اريد زوجا هذه السنة يعني اعذر افعلنا الرقية لكن بشرط ان يكون الزوج في هذه السنة اه تحسب ان الازواج عندي خالف في المركز يعني ارسلهم بعافات ثلاثين ارسلهم ارسلهم ان شاء الله تهم كذلك مرة دخلت عندي امرأة كبيرة في السن امرأة كبيرة في السن تبكي بكاء كبير بكاء يعني قلت لها خير الاما ما الامر قالت لي يا بني اريد زوجي ان يأتي وان يرجع الي فقط اخذ سجارتي فقط اخذتهم من سجارتي قلت له احكيني بالله عليك قصتتي فقالت لي هذا كان يعمل عندنا وكان هو زوج لجارتي فاخذته قلت له الشيء بشيء ذلك كبير تذيني كبير تذيني فقالت له تساعدني قلت له لا استطيع مساعدك لان اصلا انت فعلت ذنب فعقبت به فكيف ارده لكي طيب خيري شاء الله تعال مرة مرة سبحانه ربي العظيم شاب اتاني من ليبيا اتاني من ليبيا وجلت عند احد اصدقائي اظن هنا بالمرأة وكان من جنف ما عنده كان عنده السحر المأكل فارم ارشته الى عشبة ان يأخذ المقدار الكثف الصغير فذهبت فهو قال في نفسه حتى اعاجوا اشفى بسرعة اخذ اضعاف ضعفاتي اكثر من عشر مرات اتصلوا بي فاذا به عنده التسمم عنده ماذا؟ لكنهم لما يعرفون التسمم انا اعرف لان هذه العشبة لما تزيد عن قيمتها عن قبرها تصير التسمم ما واجهته ان اعدي التسمم فذهبته لطرسة صراحة ذهبت عندهم واخدته وذهبت به الى المستشفى ثم جعلت له غسيل واشياء ثم بعد ذلك ذهبت الى الحمام ثم رجعت وهو لا يعلم شيء افاق من غيبوتي قال يا شيخ واصف معي شاوة اوشقته عن العلاج قلت وانا لدي اوشقته ان اذهب الى السجن انسى انسى امر الرقية لا يعلم شيء منذ اليوم كذلك هناك اخت مطلقة هذه الاخت مطلقة عجبة لامريها سبحانه رضي العظيم اتت اليى في الرقية الشرعية وبأيه امها بعدما انتهت من الرقية قالت لولدتها اذهبي وتركني هنا وكانت معي زوجتي قالت وتركني هنا قتل ام كيف تركني لا يابد ان تذهبي معي فسبحان الله عد خروجها اجدفت واتت من خلفي ثم ضغمتني قلت له اتقلي لها عز وجل اه ماذا تصنعين هذا الشيء حرام امه يتقل له 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 يا ابنتي هاتي لجاية جاية تشوه هنا اكتعافك اللهه مستهل عجبا لامري الناس يعني الناس مزايب ومعادل طيب كذلك مرة وانا ارقي امرأة فيها جنية وزوجها موجود وابناؤها وبنتها فصار الزوج كأنه يستنكر امر فانا قرأت في عينه كأنه يدو ان يخفي شيئا فالجنية قالت قالت لهذا الزوج انت تقول لزوجتك لست مريضة هي مريضة وانا جنية ميرا واقول لك انت لازلت على العلاقة مع تلك البغية كرامكم الله ولازلت معها وقالها لها فالزوج اتكلم وقال لا انا لا اعرفها وقضعت بها الصلة قتل يتحداك اخر رقم لتصرى بك هو رقمها الان اظهر جوالك وهو يسر من البيت خارفة خارفة من الزيت سبحانه ربي العام طيب كذلك من جملة ما وقعت لي طرائف ان جني كان يأتي بسيارة المسكول كبير جدا كان يأتي بها فارها وكبير جدا اتى بها اكثر من مرة فاقول له لما فكان يجعل هذا الصائق في غيهوبة ويجعل هذه السيندة تجلس في هذه الصيارة الفارهة ويأتي بها الي في المركز الناس يرون هذا كأنه يتعجبون كيف اتى بها وكيف دخل بها والصائق كيف فتقول لي سبحانه ربي العام من الطرائف انها لما تستيقل يستيقل كذلك الصائق فالصائق يتوسل يقول والله انا وانتي في ورطة كبيرة اضعك الآن ثم افر ثم افر حتى لا ينكشف امرنا فهذه من الطرائف تتيحة ان يقعها الجن بالبشر فهي كذلك وهذه الطرفة كبيرة مر بالليل اكتصلوا بالأناس فحملتوا سماعة الهادف بدأوا يشكون وينون ويمكون من فضلك يا شيخ ائتي الينا الآن ضروري ان تأتي الحالة مستعجلة الحالة تستدعي ان تحضر الآن اذا تركتنا فانك تتحمل وزرها هذه السيدة وهذا هذه الروح والله العظيم بعد مصف الليل لبست ملابسي وخرجت اخذت منه العنوان ذهبت الى نفس العنوان اطرق الباب بعدما وزدته بصعوبة يخرج يا رجل اقلته من النوم يلا يطر عليهم لا فزاعة ولا شيء سألتوا قال الله متصلنا وما في شيء ثم عدتوا الى بيتي يعني كأنا وش وش علي ثم عدتوا ومرة هذه كانت في المغاة في الضربة مرة من الضربة الى الحسينة كم من ساعة اكثر من سبع ساعات وانا في الطريق ثم اما ذهبت وأتصل بهم يقول لي لسنا نحن ونفس الرقم هذه ليس الطرفة كذلك من الطرائف انهم قالوا ان الراق المغربي به جن يسمى الجن شمهروف المسلم وهو الذي يساعده في العلاج ومن الطرائف مرة وانا اعالج احد الجان يعني احد النساء ويقول لي هذا الجن يقول لي هكذا ان لم تتركني هذا الذي في بطن زوجي سوف اسقطه ومع ان زوجي لم تكن حينها احد يعرف بامر الحمل فوقعت لانا طرائف كثيرة كثيرة في امري في امري الركة الشرعية مرة دخلت الى بيت ارقي فيه بعض الناس فلما قلت اصلي عندهم سألتهم اين القبلة والله ما في واحد عرف القبلة والله ما في واحد سطاع ان يعرف اتجاه القبلة والله المستعان يعني طيب عندي طرائف كثيرة جدا جدا يعني الصحب ذروها ان شاء الله ادوينها ان وفقتم على هذه الفكرة ورقة استحسانكم باذ الله تعالى ان شاء الله اصدها على مسامعكم وتسمعونها باذ الله تعالى طرائف وغرائب وقعت لنا في ميدان الرقية الشرعية منها ما نستحي ونعرف واسمتنا عن فكره وقعت لنا ومنها ما هي امره ذكرناه لا يقول الناس انه يكبر امر رقية لا والله العظيم اشياء كثيرة تقع لنا في امر رقية بل اقول ربما بشكل يومي بشكل يومي سواء فرقة الفرضية او فرقة الجماعية ما من يوم الى ولقش به بقرفة او بمستملحة او بأشياء ربما ولعينه بالله ترى ان الناس في جهل عظيم او ان الجن لهم قدرة حباهم الله تعالى اللهم امين اللهم اجعل ايامنا كل الحبور وكلها فرح باذه سبحانه وتعالى وان يجعلنا ذات المهتدين غير الظالين والمضلين واسأل الله تعالى ان ينصرنا اياكم في المشايق المغارب اسأل الله الاخرات ان يرزقهن الزوج الصالح وان يرزقهن الولد الضار وان يرزقهن العفافة والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى وان يحشرهن مع زوجات النبيين مع زوجات النبيين في مقاري صدقين عندهم مختلف والله تعالى اخواني الذين يحبوننا ويراصلوننا والذين ما جمعنا معهم ينحب في الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بهذا الحب تحفظ العرشيه يوم الاضل الى غره وان يجعل هذا العمل خاصة جهي الكريم وان يجعل ما نقول الحجة لنا لا علينا وان يقينا اشهر شياطين انسي وجين انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم امين امين سبحان ربك رب العز تعمى يطفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة